بالمناسبة صحيحة كنتش عامل حسابة اتكلم في الجزائي دي بس بما ان جبت سيرة الموسم الجديد يعني قبل العجازة على طول كنا عرضنا هنا في رقم 10 جدول الدوري المصري الممتاز تصور برنامجنا برنامج رقم 10 اكتهدنا تعبنا حاولنا قلنا نساعد قلنا نحط ايد في ايد ونشتغل ونعمل اللي حتى مش المفروض نعمله احنا مش شغلانتنا ان احنا نبقى اصحاب القرار او صناع القرار احنا شغلانتنا ان احنا نقيم القرار نقيم ما يحدث ننتقد نشيد بس مش من الاساس شغلة الاعلام ان هي تصنع الحدث عملنا كده وساعدنا وقلنا وقتها انه احنا هنا مش بنحاول ننتقد احد ولا نهاجم احد ولا الهدف من ده ان احنا نقلل من احد ولا نقول ان احنا احسن من احد ولا قلنا الكلام ده خالص ورغم كده بصراحة شديد بصراحة شديد وهو طيب الزكر دائما وشخص احترمه جدا على المستوى الشخصي وما فيش بيننا ابدا اي خلاف هو الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية على مدار سنوات على مدار سنوات الراجل متضايق وزعلان وبعد لكل الاعلاميين والصحفيين كثير من التعليقات حول هذا الجدول اللي عرضناه في رقم 10 واحترمنا ده واوصلنا له رسالة انه خد هذه الملحوظات اللي انت حطيتها على هذا الجدول وحطها على جدول اخر اعمله انت كرئيس لجنة المسابقات والناس اللي بتشتغل معاك لو فيه ناس بتشتغل معاك وقدمونا جدول احسن من الجدول اللي اتعرض في رقم 10 مش نبقى زعلين يعني انا ما تلكش تاخد الجدول ده وتنفزه هو هو شوف انت المشاكل اللي فيه احنا كيكا مش متخصصين احنا بس اجتهدنا اجتهدنا حضرتك من المفترض مختص فعمل لنا جدول عظيم من غير زعل ومن غير دي ومن غير عصبية ومن غير نرفزة ومن غير تقليل اللي احنا هنقلل من شغلك او من شغل لجنة المسابقات ولا حضراتكم اكيد تقللوا من ناس اجتهدت وتعبت عشان تقدم حاجة لا ربما تساعد ولو مش عاجباك ارميها واعمل الكواس واعمل الكواس يا ريت كلنا عايزين مصلحة الكرة القدم المصري دي حكاية